يعني أنا ما أقارن بين حرمان شريحة من المواطنين في العمل في الداخلية والدفاع بدعوة الشك في هؤلاء المواطنين ويأجي أحرمهم من القطاعات الخدمية الآن بتوجيه وأن 90% من الإعلانات وأنا عندي إحصائيات الآن مواقتها بل لكن 90% من الوظائف الشواغر أكثر من 8000 من 2005 إلى 2008 فقط 8000 وظيفة 90% ما أعلن عنها في الجرائد والمواطنين من حق أن يعرف أن هناك وظيفة في وزارة التربية في وزارة الصحة في وزارة الأشغال فيما شابه لا يعرف أن هناك وظيفة ويتم إشغال 8000 وظيفة بمعايير غير معايير اللي ذكرها الدستور وغير معايير اللي ذكرها القانون اللي هو الإعلان والتقدم وغير معايير الدولية وأجي أقارنها الآن أريد أفلت موضوع كل هذا التعقيد أروح أبسطة بأن النائب يأخذ هذا تمييز أتكلم لك على المبدأ نفسك قبولك لمبدأك أنك تتميز عن بقية المواطنين تروح الدفالي عن لا تدخلين التمييز المبدأ تمييز كبير أتكلم معك فيه الآن بين المواطنين في المكافآت الموضوع ليس تمييز في القضاء في علاوات مخصصة للقضاء يعني فيه كل سلك لعلاوات الخاصة لما نتكلم عن وزير أو نتكلم عن رئيس سواء كان في القطاع العام والقطاع الخاص يعني شفتين موظف متدرب يعطونا سكرتيرا وسيارة وعلاوة مادري شنو سكن لا يعطون المدير التنفيذي النظام البرلماني أنا أريد أن أسحب كفاءة من مستقبلها الوظيفة سواء كان في القطاع العام والقطاع الخاص وأقول له أنه أنت تعال اشتغل في هذا الكرير في العمل السياسي وهذا مستقبلك اللي مرهون بين أنت تدخل أو ما تدخل كل العالم كل الدنيا حطى مميزات لهذا العمل النيابي بما فيها التقاعد والتقاعد لما نقول 40% أو 50% اللي هو بعد 4 سنوات يعني أتكلم عن 1000 دينار 2000 دينار 1000 دينار أنا أسحب مدرس في الأربع سنوات 50% لكن إذا أربع سنوات ثانية يعني بس فصلين تشريعيين و80% بس أنا أقول أن لو كان يعني معظم النواف في العالم يظلون على 20-30 سنة في العمل النيابي هذا الفرضية أن النواب اليوم يدش وبيطلع عقب أربع سنوات مو دائما راح تتكره في صدفة صارت بالمقاطعة أن في 28 نائب الآن طلعوا من المعادلة بس هذه لن تتكرر وإن تكررت في 2010 بنسبة معينة بعد ما تترسخ عملية الديمقراطية لن نرى نواب يعني أربع سنوات ويطلعون إلا القليل جدا طيب سويتوها أن بعد عشرين سنة مثل حال المواطن بعد أربعين سنة إلى ثمانين في المائة بعد عشرين سنة إذا نقول بعد خمسة فصول تشريعية أول شغلة أن نقول تمييز هذا خطأ لماذا؟ حينما يستفيد يعني الآن القضاء لما يعطونهم علاوة قضاء علاوة طبيعة عمل هذا تمييز مو هذا اللي يكرف حين حطيتها من باب علاوة طبيعة العمل هذا طبيعة العمل لي علاواتها وليجاتها الخاصة لو وحنا بمطالع طبيعة العمل كام نشوف اللي يوقفون على الجمارك طبيعة عمل الأطباء لهم طبيعة عمل كثير من المواقع الوظيفية لهم طبيعة عمل حتى الآن يعني رؤساء الدول ما متكلم عن داخل هنا بعد ذا يقطعونه رؤساء الدول رؤساء الوزارات رؤساء مدري الوزراء كل طبيعة العمل بس النائب دائما هو الذي يدابع عن حقوق المستضعفين ليرفع مستواهم النائب مونتخيب على أساس ذا الفقارة يعني أشوف مراتوذي بسرعة ذا القانون واتفقته عليه وما في أي مشكلة لا نريد أن نجادل في هذا الموضوع هذا الموضوع كان مفروض أن هذا الموضوع كان مفروض يقر ويا اللاية حد داخلية ويا القوانين ويا مشروع ويا قانون ممارسة العمل يعني مجلسي الشورى والنواب وممارسة العمل السياسي ولكن يعني ثغرة على أساس أنه بعد يبتزون النواب في هذا احنا بيّنت وجهة نظرك في هذا الموضوع بالنسبة للعمل داخل البرلمان ويعني من خلال إحصائية انتوا مثلا قدمتوا 28 مقترح بقانون من أصل 55 مقترح بقانون 28 كلهم موفق عليهم يعني في الإحصائية في تفصيل في هذا الجانب يعني أنا أتصور في ثلاث سنوات أي كتلة في العالم تمرر 28 مقترح بقانون إنجاز شون أنت تقول يعني أن هذه يعني ما في بالرغم من الصعوبة وبالرغم من اللائحة الداخلية وبالرغم بالرغم وأنه يعني أنا أعتبر إنجاز إنه يمر 28 مقترح بقانون هذا ليس شيء بسيط وجهت 59 سؤال في حين يحق لكم ككتلة 136 سؤال يعني استخدمت فقط هذه دور الثالث تتكلم 60% من صلاحيتك الرقابية 40% ضيعتها لك هذه مو بيد الحكومة أو اللائحة الداخلية الشيخ علي سلمان ما سأل ولا سؤال كثير من أعضائكم ما سألوا ولا سؤال يعني أنت في يدك ما استخدمت هالأدوات يعني بالنسبة لل خلنا نفرق بين الصلاحيات وبين الحراك الحراك نعم إحنا قدمنا حراك قوي وقدمنا يعني يمكن في الدور الأول ما كان عندنا استعداد مسبق مثل الكتل الأخرى اللي سقطت مقترحات القوانين فدفعوها في الدور الأول فتشوفين الزخم للمقترحات في الدور الأول بعدين تراجعوا إحنا لا صار بالعكس فإحنا قدمنا حراك قوي بغض النظر عن الآن الصلاحيات الموجودة نعم استطعنا أن نمرر وهذا مكسب إلينا ومكسب إلى العملية الديمقراطية لكن جزء منهم الآن تعاق يعني مثلا هذه التسألتين عن التمييز إحنا حطينا ضوابط زيادة حق مكافحة التمييز إلى الآن الحكومة ما ردتها مع أنه رفع من يو مايو من الحكومة لا رفع كمقترح بقانون إيه وافقنا عليه في المجلس يعني أن كلهم وافقوا وافقوا في المبدأ في المبدأ وافقوا الآن الحكومة تعطل هذا المقترح حياة حقوق الإنسان بدل ما تصدر وفق نظام باريس أو مبادئ باريس بقانون الآن بتصير بأمر ملكي مع أننا نحن مقدمين مقترح مع أننا مقدمين مقترح 82% من مقترحات النواب أنجزتها الحكومة ورجعتها لكم المقترحات بقوانين جزء كبير 22% مع عطلتها الحكومة في خمسة رجعتها عقوب دورين عقاد ما رجعتها معلش أنتها يعني لا يحد داخل تعرف أمريكا توهم يناقشون قانون حين يقولون صار لهم نصف قرن يناقشونه 50 سنة ما علي بس إحنا ندفع بمقترح بقانون مصاغ يعني إحنا معظم القوانين هذه القانون خدمة مدنية المقترح مال الهيئة حقوق الإنسان اللائحة الداخلية إيش دخل الحكومة تعطي اللائحة الداخلية يرفع في دور تنزل آخر يعني آخر يوم صح آخر يوم في مساحة الدستورية ترد الحكومة فهذه فيها إعاقة الآن إحنا عدنا يعني عدنا اليوم في التشريعية مجموعة كبيرة من القوانين ليش؟ لأن الحكومة تتأخر في إحالة هذه المشاريع بقانون بالنسبة للأسئلة والأدوات الرقابية خل الوزراء أنا أقول ليش هاي 69 سؤال كم من الأسئلة جوب عليها؟ نص هذه الأسئلة خصوصا لكتلة الوفاق لم يرد عليها أنا عندي أربعة أسئلة أنا سألت سبعة أربعة أسئلة ما جاوضوا عليها فهي لا تقولين أن أنا ما استخدمت الحق الرقابي الوزراء لا يردوني أنا أتكلم معك كتلة يعني عندك كتلة أو 36 سؤال أنا أسأل سؤال وأسأل سؤال وأسأل سؤال إذا ما جاو يعني الأسئلة التي ستعرض في المجلس هي هذه الأسئلة التي طرحت إذا 50% من الأسئلة من هذه الـ 59 لم يجب عليها الوزراء ونلاحق وراءهم ودرجوا في شفاهة ما يجون الوزراء اللي يقولون بسافر لماذا فيه إعاقة فيه إعاقة للعمل البرلماني بمختلف الوسائل فيه إعاقة رغم 82% رجعتها الحكومة متأخر المتأخر المتأخر أستطيع أن نظرك متأخر بسبب أن تكون فيك والشورى والشورى ما تكلمنا عن الشورى والشورى يعيق الباقي يعني هاي 82% يعني أنا سمعت من أكثر من نائب يقولون مرر القانون الشورى بيعدلون عليه على ساعة لا هذا الكلام غير دقيق يعني الشورى يأخذ القانون ويدرسها بجدية وكثير من التعديلات التي يعني نوعية هذا الكلام هذا الكلام جدا خاطئ وأنا مستعد أجيب وناقش ونسوي ندوة خاصة فقط أو لقاء خاص ما أدخل الشورى في تعبير مصطلح يعني أنا ما أجيب أربعين نائب وادفع عليهم تكلفة سبعة ملايين دينار سنويا على أساس أن صياغة الجملة يعيد لي صياغتها وخصوصا لجنة الخدمات أنت مشرع أستاذ خليل تعرف أن الجملة ماذا تعني حين تصغل الصياغة غير جوهرية شي ترتب عليها صياغة إنشائية أدري ولكن حتى مع هذا الصياغة إنشائية وليست جوهرية ترجمة نانسي قنقر